الاستراتيجية تقترف عن السابق لأن لا وجود ضربات جوية لهذه المناطق التي حصرت وهيئت لها القيادة العسكرية فرقتين مدرعة الفرقة التاسعة وفرقة المدرعة الموجودة مع الشرطة الاتحادية وكذلك قيادات مختلفة في الصنوف تحت إمرأة الشرطة الاتحادية التي أخذ على عاتقها كل هذه القوات بتحرير هذه الأزاء وهذا هو من الممكن جدا في الأيام القادمة سوف تحرر هذه البقية الباقية من هذه الأحياء وتكون بيد قواتنا وأيضا معنية قواتنا بتوفير الممرات الآمنة للمواطني لأن كما تعرفين مواطنين يهربون وهروبهم يكون في الفجر أو في الليل خوفا من القنص وخوفا من الرمي المستمر على هؤلاء المواطنين للمناشير التي وزعتها قواتنا وكذلك المذياء المستمر يوميا من قبل قواتنا العراقية لإفهام المواطنين كيف يخرجون بسلام من هذه الضربات ساعدت على وجود ممرات آمنة باتجاه الساحل الأيمن وباتجاه كذلك مناطق قريبة من هذا حي الزنجيلي باتجاه مستشفى الشفاء ومجمع مدينة الطب الموصل ترجمة نانسي قنقر